أهلا بكم فيديو اليوم مخصص للرد على الأسئلة هذه المرة قمت بالرد مباشرة على كامل الأسئلة الموجودة على آخر فيديو يعني مباشرة رددت بتعليق وهنا أجيب على الأسئلة الهامة منها بهذا الفيديو وتذكر أنه إذا كان لديك سؤال ضعه بتعليق على آخر فيديو في القناة حتى لو لم يكن له علاقة بالقانون وننتقل فورا للسؤال الأول السلام عليكم والله يعطيك العافية سؤالي لحضرتك بالنسبة لحاملي إقامة النجوء ثلاث سنوات صحيح يسمح له بالتقدم على الجنسية الألمانية وهو يغطي من مصاريفه هو وعائلته سبعين بالمئة فقط هل هذا كافي وهل هذا موجود وعليكم السلام كلمة سبعين بالمئة هي كلمة متعارف عليها تقديرا يعني وليست كلمة قانونية بمعنى أن القانون يشترط لمنح الجنسية الألمانية أن يكون مقدم الطلب لديه القدرة المادية للإنفاق على نفسه وأسرته دون الحصول على مساعدات من السوسيال أو من الجوب سنتر لذلك فإن هناك أنواع من المساعدات لا تدخل ضمن هذا النطاق كمعونات المنح الدراسية والكندرغيلد وغيرها وقد عددتها وشرحتها بالتفصيل في فيديوهات سابقة لذلك بالتقدير تعرف الناس أن المساعدة بحدود بسيطة أو القدرة على الإنفاق منسبة 70% لا تؤثر على الجنسية كل ذلك من قبيل التقدير العبرة لمصدر المساعدات فمساعدة الجوب سنتر كلها مؤثرة على منح الجنسية وكذلك مساعدة السوسيال أما مساعدة إيجنتور فور أربايت لفاقد العمل حديثا أو نسبة من إيجار المنزل فون جيلد لمن هو ليس على الجوب سنتر ودخله لا يكفي لدفع الأجر بالكامل فلا تؤثر يعني الموضوع ليس موضوع نسبة مساعدات القانون يفرق بين مصدر هذه المساعدات سؤال السلام عليكم أنا دخلت على ألمانيا في 2015 وحصلت على إقامة سنة وبعد سنة تم التجديد سنتين في هذه المدة حصلت على أتسفاي وعلى الكرس السياسي بالإضافة إلى ذلك حصلت على جهة قيادة ألمانية ذهبت إلى المسؤول عني وطلبت إجازة شهر خارج ألمانيا بغرض عمل العمرة في السعودية ولم أستطع الرجوع بسبب جائحة كورونا وانتهت إقامتي وتم منعي من السفر من قبل السلطات السعودية بسبب انتهاء الإقامة وأنا الآن عالق هنا في السعودية مدى أفعل وعليكم السلام لم توضح لي متى انتهت إقامتك لكن إذا فرضنا حسب روايتك بعد سنة أخذت سنتين فهي ستنتهي في 2018 أو بأحسن الأحوال في 2019 وهذا قبل جائحة كورونا بطبيعة الحال بعد انتهاء الإقامة لن يسمح لك بالسفر إلى ألمانيا لكن إذا كان لديك أسباب قاهرة منعتك من العودة في الوقت المناسب فإن السفرات الألمانية في الخارج عند الدخول لموقعها ستجد طلب مخصص لمن انتهت إقامته في الخارج ويرغب بالعودة لمنحه فيزا مناسبة يتم إعطاء موعد قريب ومنح الفيزا ليذهب إلى ألمانيا ويجدد إقامته لكن هذا بشرط أن يقدم لهم إثباتا كافيا عن القوى القاهرة التي حالت دون عودته لا أعرف إن كانت متوفرة في حالتك لكن إن كانت موجودة فعليك الدخول إلى موقع السفارة الألمانية في السعودية وتقديم طلب خاص تجده في الموقع لمن فقد الفيزا أو انتهت إقامته فإن دخلت ولم تعرف أكتب لي لأرسل لك الرابط سؤال تحياتي أستاذ لو سمحت شو الحل من شان نطالع جواز السفر بس الأوسلندر يرفض ذلك عندنا إقامة حماية وشكرا لك جواز السفر الأزرق يمنح فقط لمن حصل على حق اللجوء أما من حصل على الحماية المؤقتة فلا يحق له الحصول عليه لأنه يعتبر يعني يعتبرونه قادر على الحصول على جواز وطني من بلاده لكن مع ذلك يتم منح الجواز الرمادي لهذه الفئة ليس للجميع بل لمن يتعذر عليه الحصول على جواز سفر من بلده عندها يمكنه طلب جواز السفر الرمادي هذا لذلك إذا رفض الأوسلندر منحك الجواز فعليك أن تقدم لهم إثبات أنك لا تتمكن من الحصول على جواز سفر بلدك وبذلك يصير لك الحق في الحصول على الجواز الرمادي كيف تثبت ذلك؟ في الواقع بمختلف وسائل الإثبات يعني إذا ممكن مراسل مع السفارة أو مع جهة رسمية في بلدك أو ما يثبت أنك قدمت طلب للحصول على جواز سفر لبلدك وتم رفض ذلك أو هناك عائق أو حضر إلى آخره بهذه الحالة يسمح بمنحك الجواز الرمادي ويبقى الأمر تقديري للموظف لكن القرار الصادر برفض المنح قابل للاعتراض وقابل للإلغاء أيضا بموجب دعوة إدارية سؤال السلام عليكم أستاذنا الكريم إذا ذهبت إمرأة مع أطفالها إلى فراونهاوس بحجة أنها محتمية من زوجها كيف يمكن نردها؟ وهل حق للأب إرجاع أولاده أو إرجعها؟ وعليكم السلام بالنسبة لإرجاعها إنسى فلا يمكن طبعا إلا بموافقتها يعني إذا تم الصلح بينهما فيمكن نردها أما غير ذلك بالنسبة للزوجة أقول فلا يمكن بالنسبة للأولاد الأمر يعتمد على الحضانة والمحكمة تنظر بموضوع الحضانة فقد تحصل هي على حضانتهم فيبقوا معها وقد يحصل هو على حضانتهم فيبقون مع والدهم وقد يحصل كل واحد منهم على حضانة طفل مثلا كل ذلك حسب الظروف من حيث العمر ومصلحة الطفل المحضون والسكن وإمكانية العيش الكريم للمحضون إلى آخره وبكل الأحوال فالقانون يفرض على الطرف الحاضن أن يسمح بما نسميه نحن الإراءة أو أن يقضي أيام العطل مثلا مع الزوج الآخر حسب الحال الموضوع لا شك مؤدي للعائلة والطفل لذلك أفضل في حالة الخلاف إدخال شخص حكيم كبير من العائلة أو من المجتمع المحلي يقوم بالتحكيم بينهما وحل الخلافات بشكل ودي لأن الشقاق سيزيد بتفريق الأطفال عن أحد والديهم ويقود إلى ظروف سيئة يعني معظم من لجأ إلى هذه الوسيلة قام بتعقيد حياته وحياة أسرته وأطفاله بدأ تحسينها لذلك أنصح دوما بالبحث عن حلول ودية اتفاقية سؤال لو سمحت شو طريقة إصدار وكالة عامة في ألمانيا من قبل طالب اللجوء بدون زيارة السفارة السورية لتوكيل شخص في سوريا هل يوجد طريقة لتنوب عني زوجتي في السفارة السورية للتوكيل إن كان لابد من زيارة السفارة مثلا أن أوكلها لدى كاتب عدل هنا وهي توكل عني في السفارة الشخص مقيم في سوريا أم يوجد طرق أخرى مضمونة ممنون جدا موضوع مراجعة السفارة لمن يحمل صفة اللجوء ليس بالصعوبة والخطورة التي يعتقدها البعض يعني إذا كان هناك سبب واضح وموثق لحل مشكلة طلاق زواج تفبيت نسب والشخص مضطر لعمل وكالة في سفارة بلاده فلا يؤثر ذلك على موقفه القانوني بموضوع اللجوء وأيضا يمكن توكيل الزوجة أو غيرها للحضور مكانه أو عمل وكالة نوتار مصدقة ومترجمة من الخارجية الألمانية والسفارة السورية للاستخدام الخارجي كل الوسائل ممكنة بما فيها عمل وكالة ضمن السفارة إذا كانت ضرورية ولا مناصة من عملها سؤال على الأساس تحاكيني والظاهر أنك مشغول على كل حال أنا كنت رح أسألك هل يحق لأصحاب الحماية الثانوية التقدم للجنسية بعد ست سنوات أسوة بالحاصلين على حق اللجوء أبناء البطة البيضة أنا من جماعة البطة السوداء إن كان الجواب بنعم لو سمحت نص القانون الذي يخول أصحاب الحماية الثانوية الحصول على الجنسية بعد ست سنوات آسف للتأخير لا لست من جماعة البطة السوداء والتفصيل في هذا الموضوع هو كالتالي شرط الجنسية بالأساس يقول أن تكون مقيما في ألمانيا بشكل نظامي منذ ثمان سنوات على الأقل ويتم تقصير هذه المدة إلى سبع سنوات في حال المشاركة بنجاح في كرسي الاندماج وإلى ست سنوات في حال أظهر مقدم الطلب اندماجا واضحا في المجتمع إذن القانون لم يفرق بنوع الإقامة بخصوص المدة الأساسية أو المدة المقصرة إذن من أين يأتي الاختلاف؟ يأتي من مسألتين إجراءات اللجوء من يحصل على رفض لا تحسب هذه المدة مدة إقامة نظامية أما إذا تم الاعتراف بالشخص كلاجئ أو حصل على الحماية فرعية يتم احتساب فترة إجراءات اللجوء في مدة الإقامة المطلوبة للتجنس سواء كانت ست سنوات أو سبع أو ثمان سنوات لكن الفرق يأتي من شرط آخر وهو شرط الحصول على الإقامة الدائمة أو التأهل لها فأصحاب الحماية المؤقتة يحتاجون لدفع رسوم التقاعد لمدة ستين شهرا لذلك من لم يبدأ العمل منذ سنته الأولى في ألمانيا لن يمكنه تحقيق هذا الشرط في الوقت المناسب لذلك يحتاج في العادة معظم الحاصلين على الحماية الثانوية لمدة أطوال لكن من حيث المبدأ لا فرق لأن القانون فرض مدة حد أدنى للإقامة النظامية في ألمانيا وكل إقامة نظامية تحتسب أيضا يأتيني أسئلة كثيرة عن مدة الدراسة هل تحتسب ضمن فترة الإقامة للجنسية من حيث المبدأ أيضا أقول يتم احتساب السنوات التي قضاها الشخص في ألمانيا بتأشير الطالب في معظم الولايات لكن في ولاية بافاريا جماعة بيرن ميونيخ ركزوا لا تعترف السلطات البافارية بالسنوات التي يقضيها الشخص في ألمانيا بتأشير الطالب إذن الفرق حسب الولاية سؤال رب يجبر بخاطرك إذا الواحد حبيطلع من ألمانيا فترة يعني زيارة ويرجع لها مع العلم هو لم شمل فالسؤال هو شو هي أفضل مدة للواحد يرجع قبل ما تنتهي إقامته يعني أبل بأديش نعم شكرا لكم من حيث المبدأ طالما هناك مدة صلاحية في الإقامة طالت هذه المدة أم قصرت فيمكنه العودة في أي وقت أحب لكن باعتبار مدة تجديد الإقامة يعني يحتاج وقت للتجديد فلا يصح أن يبقى لفترة بدون إقامة لذلك يفضل أن يعود والإقامة ما يزال فيها مدة شهر على الأقل حتى يتمكن من تجديدها في الوقت المناسب دون البقاء مدة بدون إقامة نظامية سؤال إذا البيبي ما بدنا نسجله بسوريا بيقدر مع الوقت إذا أدمنا له لجوء مثلا وبعدها حصل على الجنسية أنه ينزل على سوريا وبدون أي مشاكل أو شيء بما أنه بيكون حاصل على الجنسية وهل تؤثر إقامة اللجوء إذا ولد الطفل في ألمانيا لأب سوري فهو يعتبر سوريا بالمولد مباشرة لكنه لا يحصل على الجنسية السورية يعني الجواز الكحلي إلا إذا تم تسجيله بسوريا عند حصولي على الجنسية الألمانية يصبح مواطن ألماني ولا يعود هناك اعتبار لموضوع النجوء لا من قريب ولا من بعيد لا داخل ألمانيا ولا خارجها لذلك يمكنه طبعا زيارة أي بلد بما فيها بلده الأصلي دون أي إشكال لا سيما أن القوانين السورية الحالية ورغم أنها تفرض الفيزا على المواطن الأوروبي عموما والألماني أيضا إلا أن القانون السوري يقول بالسماح لمن هو من أصل سوري بدخول البلاد دون أي إجراءات وإثبات الأصل يتم بسهولة في المطار من اسم الأب والأم أو التمكن من اللغة العربية يعني لا يوجد أي عوائق مستقبلية في هذا الصدد سؤال إذا حصلت على فيزا سياحية إلى اليونان ثم ذهبت إلى ألمانيا وحصلت على عقد عمل هل تعطى لي الإقامة؟ لا لا طبعا الفيزا السياحية هي أن الفئة C والتي لا تسمح مطلقا بالتمديد ولا يمكن تحويلها لإقامة أبدا حتى لو حصلت على عقد عمل تحتاج عندها إلى المغادرة وتقديم طلب فيزا عمل إلى السفارة الألمانية إذا كانت كافة شروط محققة والتي تم شرحها في فيديو فيزا العمل فستحصل عليها صبحي يقول أن الوقت داهمنا نراكم قريبا دمتم بخير إنعم إنعم ترجمة نانسي قنقر